هو مقترح سخيف ومثير للسخرية السوداء من منظور حقوق الإنسان وربما له أهداف خبيثة هكذا علق مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغداء مايكل فخري على أعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن البدى ببناء رصيف بحري عائم قبالة سواحل غزة لتلقي المساعدات الإنسانية عبر البحر وتوزيعها في غزة ميناء بايدن المقترح يأتي بعد أكثر من خمسة أشهر من حرب الإبادة الصهونية ضد سكان غزة وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات عن الأهداف الأمريكية وراء ذلك ولا سيما أن كيان الاحتلالي لم يعلن دعمه لذلك المقترح فحسب وإنما شارك النائب والوزير الصهوني السابق إسرائيل كاتس في إقناع كل من قبرص واليونان لأمية هذا الميناء اللافت أن كاتس كان هو نفسه صاحب مقترح إنشاء جزيرة صناعية في البحر وتهجير الفلسطينيين إليها وهو ما يثير مجددا تساؤلات عديدة عن أهداف كل من واشنطن وتلبيب من وراء هذا المشروع وبحسب خبراء استراتيجيين فإن مشروع الميناء الموقت قد يكون تمهيدا للعملية العسكرية الصهونية المرتقبة في رفح جنوب غزة إذ من شان تنفيذ المشروع أن يوفر فرصة جديدة لتهجير الفلسطينيين قسرا من الجنوب إلى الوسط والشمال وإفساح المجال لاجتياح رفح أسكريا في الوقت الذي ينتهي فيه دور معبر رفح منفذا رئيسا للمساعدات الإنسانية ونافذة لسكان غزة على العالم غير أن ذلك ليس الاحتمال الأوحد في هذا الصدد فوجود طريق بحري إلى غزة ومنها ربما يهدف إلى تسهيل عملية التهجير القسري للفلسطينيين عبر البحر إلى أوروبا تمهيدا لتصفية القضية وإن أعلنت إدارة بايدن رسميا رفضا للك وأن الضغوط الداخلية على بايدن تصاعدت بسبب دعمه الحرب على غزة وهو ما يدفعه إلى محاولة تبييض وجه السياسي قبيل الانتخابات في المحصلة فإن أهدف ميناء بايدن ليست إنسانية حسب ما يقول محللون مؤكدين أن أمريكا لو أرادت انقاذ أطفال غزة ونسائها لم أدرت إلى الضغط الحقيقي لإيقاف الحرب إلا أنها لم تفعل وإنما واصلت امداد الاحتلال بالسلاح الذي يقتل به هؤلاء وواصلت كذلك تحدي المجتمع الدولي بالفيتو حماية لكيان الاحتلال نحن على الإيقافات